فيما يتعلق بالحديث الذي وقع في هذا الصباح في بعض الزوال مع الساعة الثانية عشر ونصف وحديث مؤسف لأنه عرض حياة مجموعة من الأطفال والتلاميذ والأولياء ديالهم وأبائهم وكذلك مجموعة من المتلكات السيارات ودراجة نارية للخطر في واحد الشارع اللي هو معاد من جابل وهذا الشيء يقع إتراح واحد الحديث عرضي صغير جدا يعني تطور 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 إلى أن وصل إلى ما ربما كان لا تحمد عقباه الأمر يتعلق بواحد الحديثة السيارة صغيرة وقعت بين واحد الشحينة سيارة كبيرة لنقل البضائع وواحد شخص يركب يعني دراجة نارية فوقع واحد الاستيضاء متوسيط نزل على إتراه السائق وتلاسن مع ذاك الشخص الموسين وربما وصل إلى الضرب هو أنه هذا الشيء اللي ما مرضى واحد المجموعة ديالتلاماد وعدد من الناس كانوا دايزين في هذا الشارع وأيضا تعرضوا معاهل السب والضرب يصلوا للضرب وهذا الشيء اللي يعني خلاه واحد هاد السائق يكون في واحد الحالة عصبية يعني قوية رجع على إتراه بواحد السرعة الوراء معرضة للحياة ديال المئات ديال الأطفال وتلامد الأباء ديالهم الخطر وهذا الشيء هو اللي وقع من بعد ذلك منين اصطادم بواحد سيارة سيارتين اصطادم بهم هم اللي وقفوا حل الباب وهخرج وهرب دخل لمؤسسة المؤسسة العراقية بالضبط للإدارة ديال المؤسسة وتبعوه يعني الفول تبعته لداخل البرود تبدلوا تضربوا تجرحوا ذلك الشيء ما لداخل واستطعنا أنا نخرجوا هادوك الناس وخلينا هو داخل مكتب وستدين عليه إلى أن جاءت الشرطة وهدرت العمل ديالها وكانت منه في هذا المربع عافكم مرة أخرى تساعدونات وما كان رجال ديال الإعلام وديال الصحافة أنكم تساعدونا في تبليغ واحد الرسالة أنها ضرورة أن هذه المحيطات اللي كتكون فيها مؤسسة تعليمية كثيرة وفيها أطفال وهذا ضروري تكون فيها واحد واحد المراقبة ديال الرجال الشرطة وديال السير والجوالان ضروري تكون حفاظا على الحياة ديال المواطنين شكرا لكم معكم ملايب الحق المغاري مدير ثانوية القضايا التأهيلية بحيئي سيل في مراكوش بخصوص الحادثة اللي عرفتها اليوم الشارع معاد بن جبال أمام مؤسسة العراقي فهذا الحيط اللي معروف بمجموعة من ديال المؤسسات الخصوصية والعمومية والتي عرفها التركز ديال سير ديال التلاميذ أسمعنا اليوم أن الحادثة اللي وقعت مع مؤفل حوالي 12 ونص واللي كان سبب ديالها واللي صادفت في الوقت ديال دير ودير خروج تلاميذ من المؤسسات المجاورة والمؤسسة ديالنا أنه شي سيارة اللي هي تيدي تاق ديال نقل الزجاج أو غير ذلك قامت بوحد الحركة اللي هي غريبة لأنه مولها تمشي ترجع بالخلف بعض سرعة مفرطة وتمشي القدام وخلف خسائر مادية في السيارة اللي كانت واقفين تماء وهلع في وسط المرة اللي هربوا للخارج الرصيف وتدخلوا للأماكنين واللمؤسسات القريبة وهذا تشكل خطورة وهلع وأستاذة كانت معنا هنا يمجح تجيبوا ليدتا عينة هاتشي في المكان وخلف واحد الأساء والحزن والهلع لما تغسلهم مدة طويلة باش الناس يعدوا رجال لهم الأمن وهذا تذكرنا كذلك بالمشكيل ديال أصحاب دراجة الكبيرة ديالك اللي قهو سمطوا وبعد السيارة اللي تيجي واحد السرعة مفرطة في هذه الشوارع كلها المحيطة لتنوية القضيات ولا المؤسسات القريبة هنا بسم الله الرحمن الرحيم معكم الأستاذ عبد المولى أبو الهدى النائب الأول لرئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ تناوية القضي عياد التأهيلية حضوري اليوم في المؤسسة كمسؤول في مكتبة نفيذية لجمعية الأباء لاستفسار عن ضحايا هذا الواقع الدهس لشاهدتها هذه الماكين المجاورة من المؤسسات التعليم الخصوصية تلاتا لكين في زنقة معاد بن جبل حقيقة أمر يندله الجبين عندما نرى سائق في غاية التهور وفي غاية الطيش يصل ويجول في هذا الشارع وفي وقت الديروى تغرفوا لتناشر ونصر وقت الديروى اليوم دي الأربعاء تاخد موش في النهار التالي إذن كانت واقعة مؤلمة كانت فيها ضحايا من تلامد لحدود الساعة كين ربعة ولا خمسة ما بين تلام تلميذات تعرضوا الردود وكسور كين الباليغة كين الخفيفة نتمنون اليوم الشفاء العاجل من هذه المنبره دات نطلب من السلطات المعنية باش يشوفوا شي حل أولا المجرى القانوني لهاد ياخد طريق ديالو طريق صحيح يكون يتفتح بحث جدي في هذه المسألة لهادك السائق لهادك بالنسبة لهادك سائق متهور كيف ما كان حال تشناء مع سائق آخر ما أخصوش يدير بهذيك الهار لأنه لاشتو الصورة من خلال المواقع التواصل الشميعي هذه الصورة باش كان دهابا وإيابا أراها الصورة هذه المميتة أراها هذه الحوادث كانت تكون لقدرها المميتة لولا لطفالله الحمد لله اللي كانت خسائر غير في السيارات وفي الدراجات وما كانتش في الأرواح كانت تكون مكلفة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونهوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي